اشتركوا في القناة لديهم القدرة المالية والقدرة الدينية لاقتناء الاعمال ولتداولها ولاقتناء الكاتالوجات والمونغرافيات هذا عمل قائدي عمل ربما اعتقد انه شعار دمقرطة الفن يناكس في اصيلها لماذا؟ اولا نحن نتحدث بلغة يفهمها الجميع نحن لا نتحدث بلغات اخرى المتداولة في الاروق وفي المعارض الكبرى التي هي لغة اجنبية بدون تحديد اللغة هذه اللغة التي يتكنها من كانوا حاضرين في المنصة تداول الفنون باللغة الوطنية هو ليس فقط مجرد خروج ايديولوجي عن عقيدتينما هو سعي لدى مقرطة الفن حينما نقول ان الفن يجب ان يكون له امتداد مجتمعي فيجب ان نتحدث عنه بلغة يفهمها المجتمع لغة لها قاعدة عريضة من الناس ممن يستوعبونها هذا شيء غير متداول في المغرب كمختص هذا شيء استثنائي نحن نتحدث في كل المحافل بلغات اجنبية او بلغات اجنبية عن الفن هذا الامر الاول المسألة التانية هو عودة الى الذاكرة لان حينما نتحدث عن مشاغل اصيلة نتحدث عن تاريخ الفني في المغرب اول مشغل للحفر كان في اصيلة الجداريات الاولى التي ابدأها رواد الحداثة المغربية من المليح الى بالكاهية الى الشعبية الى اخرين كانوا في اصيلة هذه المواكبة وهذا التأمل وهذه الرغبة في جعل الفن جزءا مما يستهلك بشكل يومي في المجتمع هذا شيء مهم نحن نتحدث عن ضرورة ان يصير الفن جزءا من المقررات الدراسية ان يكون جزءا من المقررات الدراسية لاجل ماذا لاجل ان يكون جزءا من تفكيرنا المجتمعي هذا هو الرهان وهذا الذي افلحت فيها اصيلة من اشاعة الفنون للناس العاديين ممن ليست لديهم من قدر لان يقتنوا عملا ان يروا الجداريات وان ليكون لديهم حسهم الفني وان يعلقوا على من يرسم الجداريات وان يقولوا اتشارك حلتيا لنور لبيت هذا هو الرهان واضم انه مثل ما كانت البدايات في اصيلة هي الجزء الاصيل في تاريخ الفن ستبقى ما نسعى له كجزء من الداكرة وجزء من الرهان الذي يسعى اليه البلد في برامجه وفي رهانته التعليمية هذه الندوة في اطار موسم اصيلة تدخل في الواقع ضمنها انشغال دائم في هذا الفضاء المنشغل بالتقافة وبالمعرفة وبالابداع انا حضرت مجموعة كبيرة من اللقاءات التي طرحت سؤال الفن في علاقته بالتقافة ولكن هذه المرة يظهر بان منظمي الموسم اصروا على تناول موضوعات محددة من طبيعة اشكالية ومن طبيعة الى حد ما مزعجة اي انه بقدر ما ان نشاهد تكاتر للمبدعين في كل حق الابداع سواء كان سينما او تشكيل او كتابة روائية سردية الشعر وغيره من مجالة التعبير الاخيره بقدر ما اصبح الناس يلاحظون او بعض الناس يلاحظون بان هناك نوع من انواع الضمور او مشدودية في الوعي الفني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة